في خان يونس تتفاقم الأزمة الإنسانية يوماً بعد يوم بسبب الحصار الإسرائيلي وأزمة المياه تستفحل تدريجياً في القطع يضطر المدنيون لقضاء ساعات طويلة أمام نقاط التوزيع القليلة المتاحة أملاً في الحصول على عبوات مياه صالحة للشرب أنا لسيت عدة محطات كلها مغلقة بسبب نفس المياه في قطاع الزمية مياه الشرب ومياه الاستخدام الصحي كلها أغلب المحطات مسكرة بسبب أزمة المياه في قطاع غزة سواء مياه حلوة للشرب أو مياه مالحة جولة في شوارع غزة وخان يونس تعكس بجلاء مظاهر الحصار الكامل المفروض على القطاع منذ بداية الهجوم الإسرائيلي توقفت المساعدات الإنسانية وإمدادات الرعاية الصحية والإيوائية فيما تراجع مخزون محطات الوقود بشكل كبير من جهته حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية على القطاع بسبب الحصار وأكد أنه لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة وأن عدم الترخيص لدخول المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية